اشتركوا في القناة 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 حق انه يبقى في الموقف ده بعد كل الكوارس اللي حصلت الفترة اللي فات فده امر مؤكد لكن قوة الاهلي في انه لما اتكلم الدنيا تقلبت جمهور الاهلي امبارح هو قاعد بالليل كده في البيت بيتفرج على التلفزيونات والبرامج الفضائية اللي امبارح بصراحة يعني كلهم كلهم باستثناء برنامج واحد كلهم باستثناء برنامج واحد الناس كانوا بتكلموا منتهى الحيادية والواقعية وبيتكلموا في حق النادي الاهلي لانه فعلا الاهلي على حق بسناء البرنامج الواحد اللي هو كان بيتكلم على توطر العلاقة ما بين مسلماني والاهلي ده ملكش ده عبيد برنامج ده خالص كده اركنوا على جنب ده ملناش ده عبيد الوقتي سيب الدنيا كلها والعة والكوارس اللي حصل الماتحاد الكرة يقول لك توطر العلاقة مع مسلماني مش كثة خليه مع نفسه لكن الاعلام الصح مبارح تلع تكلم على حق النادي الاهلي اللي اكيد اكيد كلنا خلاص بقنا حافظين كل اللي حصل وكلنا خلاص عرفنا المؤامرات اللي كانت في اتجاه النادي وقدي النادي الاهلي تأثر في نهاية دوري ابطال افريقيا سيبك من الملعب احنا في الملعب كاهلي لا احنا خسرنا كورة عشان برضو نبقى متفقين مع بعض لكن اكيد عوامل كتير جدا اثرت على الاهلي في المطش ده وقدت افضلية للوداد عجبني كمان في الكابتر مع حمود الخطيب انه بارك اول حاجة بارك للوداد الفوز بالبطولة وده حقهم استخدموا اسلحتهم كلها من الصغيرة للكبير حقهم لكن بالعودة للمؤتمر فلك ان تتخيل انك تلاقي الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم الحالي حتى الان طلع في مداخلة تلفزيونية وبيتكلم وبيدافع بدون اي اسانيد وبدون اي مفهوم واضح بالنسبة له للوايح ويطلع قدامه مسؤول قديم الاستاذ احمد مجاهد يرد عليه وده يدافع وده يدافع وده يهجم ده وده يهجم ده شفتوا مؤتمر الاهلي عمل ايه برح شفتوا كلام الكابتن محمود الخطيب عمل ايه برح اللي كان بيتكلم في نقطة نقطة بالتفاصيل قال لك الاول يا جماعة احنا ما عندناش ازمة على الاتحاد الافريكي احنا مشكلتنا في اللي حصل كذا 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 قدي الاتحاد الافريكي رقم اتنين تعليلي عند الاتحاد الكورة كده اتحاد الكورة عمل معنا كذا 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 قدي الاتحاد الكورة لا خد بقى كمان الأكتر من كده وهي دي قيمة النادي الأهلي ايه بقى قال لك التحادي الأفريكي احنا عندنا مقترحات رغم احنا معترفين ان دي قراراتك وكل حاجة احنا عندنا مقترحات لتعديل شكل البطولة او نخلي البطولة افضل من كده لان احنا بنلعب باسم كرة كبيرة وعندنا مواهب كبيرة جدا جدا فلازم يبقى في شكل افضل من كده ولوايح نمشي من خلالها في المسابقات يعني الأهلي قد بمقترحات او رؤية لمستقبل الكرة الافريكية او مش طالع بس اقول اللي حصل وليه اللي اتعامل معايا مش عابلها انا بقول لك كمان بحاول احللك يعني خلاص قلنا الرؤية في الاخر قال لك الطلبات شوف النظام في سرد الاحداث والترتيب في اللي قاله الكابتن محمود الخطيب على مدار المؤتمر كله طلبات الاهلي كذا 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 احنا يا جماعة عايزين ناتج سريع للتحقيقات وعايزين نعرف المتسبب في كل المعاقات اللي كانت قدام النادي الاهلي قبله المبرارة الهائية فيما تعلق بقى بايه بان احنا ما نعرفش ان ممكن ننظم المبرارة كاتحاد الاتحاد يعرف لكن الاهلي ما تبلغش لان المبرر الاتحاد يقول لك ايه اصل الاهلي ما قلناشه والاهلي مش هيقول لك لان الاتحاد الافريكي مش هيخاطب الاهلي هو بيخاطب حضرتك كاتحاد مصري انا مش متخيل ازاي اتحاد الكورة مش فاهم حاجة زي كده انت بقى لما يخاطبك اتحاد الافريكي المفروض انت ايه تخاطب الاندية المصرية اللي هما الاهلي والزمالك في التوقيت ده اللي كانوا موجودين ساعة لما الخطاب جالك يوم 19 يناير كان بالمناسبة الزمالك لسه في البطولة ما كانش خارج فطبيعي ان الخطاب ده يجي لحضرتك كده كالتحاد روح بعته للاهلي والزمالك يا جماعة خلوا بالكو احنا ممكن ننظم ايه رأيكو فالاهلي والزمالك يردوا عليك فانت تاخد قرار او حتى بمجرد ما يجي لك طبعا الجواب ده لازم ترسله مباشرة لوزارة الشاور رياض اللي حصل ان هما ايه ما رسلوش لوزارة الشاور رياض غير يوم 14 اربعة 14 اربعة يعني بعد ما الخطاب جيه بحوالي اكتر من 30 يوم لا تلات شهور من 19 واحد ل14 اربعة تلات شهور بالزبط وخصوصا ان انت كمان كان لازم ترد على التحاد الافريكي لحد يوم 28 اثنين انت يما انسيت يما تنسيت يما اصدت انا بقى اللي يدايق بصراحة يا جماعة بانتهى صراحة ما فوق التحاد كورة يشوف كل الكوارس اللي هو عملها دي يطلع يقول يا جماعة انا اسف احنا منعتذر نعتذر للاهلي على اللي حصل احنا قصرنا وحنتدارك الاخطاء دي احنا لازم نعتذر لمصر كلها لان زي ما حضراتكم عارفين دايما مصر رائدة في المنطقة بتنظيم الاحداث الهمة اللي زي نهاية دورة ابطال افريكا البند اللي تشال من جواب الكاف عشان نروح للوزارة حاجات كارثية حاجات كارثية لكن ساعة ولا ساعة ونص بس من كلام النادي الاهلي قلبة الدنيا دا ان دا اللي يدل على ايه على قوة الاهلي وموقفه قوة الاهلي وموقفه خب بقى عندك دا مؤتمر الاهلي دا ادى لحاجات تانية كتير مهمة لمستقبل الكرة المصرية يعني لما الاهلي طلع اتكلم فاضطر الاستاذ جمال علام يطلع يتكلم وتطرق لجوانب اخرى بخلاف كسة الاهلي ادانته ويا ريته بصراحة ما تكلم يا ريته ما تكلم مع كامل الاحترامي لشخصه بصراحة لكن كلام قاله لا 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 وبناءة عليها انا حقول له حرارتكم خبر حصري خبر حصري ومعلومة المهاردة طلع قرار من وزارة الشباب والرياضة خلي بالك افصل ما بين اللي هقولولك ده وما بين التحقيقات اللي اتعاملت من اللجنة اللي كلفت من وزارة الشباب والرياضة داخل اتحاد المصر الكورت القدم على مدار يوم الاربع والخميس اللي فاته واللي انهيد خلاص تحقيقاتها بخصوص الجوابات الجوابات بتاعت الكاف ومنتظرين نتائج التحقيق ده او بعد خلاص مقدموا تقرير لوزير الشباب والرياضة مستنين قرار وزير الشباب والرياضة خلال الاسبوع الجاري اللي احنا فيه ده مش بعد كده مش بعد كده فدي جزئية الجزئية التانية النهاردة طلع قرار من وزارة الشباب والرياضة قرار بتشكيل لجنة لجنة تفتيش مالي وإداري خلي بالك لجنة تفتيش مالي وإداري على اتحاد الكرة للتأكد من التصرحات التي قالها قالوا أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القادر اللي قال ايه لو خدتوا بالكم برح في مداخلته قال احنا لو جات عندنا لجنة من الرئاسة هتكتشف بلاوي طيب دي كلمة كبيرة قوي بيقولك احنا عندنا مديونات 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 ستمائة مليون ستمائة مليون جنيه والمفترض ان لما بيجي اتحاد مكان اتحاد بيبقى فيه لجنة تسليم وتسلم فالحاجات دي كلها بيبقى عارفين ارادات الاتحاد ايه ومديونات وايه فالكلام ده كان صادم بالنسبة الوزير الشباب والرياضة انا جاي لكه في بقية المعلومة وبقية الخبر فطبعا ايه اللجنة دي خلاص تم تشكيلها اللي هي لجنة تفتيش مالي وإداري اللجنة دي غير محددة ومكونة من اعضاء من الادارة المركزية للرقابة والمعايير واعضاء من الشؤون القانونية بالوزارة تلاتة دورهم ايه اللجنة دي المراجعة على كل اتفاقات القانونية والعقود وكل الامور المالية والادارية التي تمت طوال الفترة الماضية اربعة اللجنة دي بمجرد ما هتنتهي من عملها هتقدم تأرير كامل لوزير الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم فبالتالي اللجنة دي هتقول ايه هتصدر توصيات او هتكتب تأريرها بعض التوصيات اللي هتعرضها على معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي المحترم وزير الشباب والرياضة واللي من خلاله وبناء على تأريرها هياخد قراره ايا كان بقى تحويل بقى النيابة ادارية توصيات اخرى ايا كان الا هيحصل بس ده برضه حيبقى قرار وزير الشباب والرياضة اللجنة دي بتدت عملها من المتوقع ان خلال الساعات الحالية دي ان هي تنزل على التحدي الكرة على اقصى تقدير لو مش النهار ده هيبقى بكرة الصبح عشان يرجعوا بقى الكلام اللي قاله الاستاذ جمال العلام هو الاستاذ جمال العلام قال الكلام ده امتى بعد مؤتمر بس واحد من الكابتن محمود الخطيب بعد ساعة ولا ساعة ونص بس من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي تكلم وهو على حق واللي بيحق يا جماعة الناس كان بتشكك تقول لك الاهلي مش عارف يدفع عن حقوقه مش عارف يجيب حقوقه عرفته الاهلي بيعرف يجيب حقوقه ازاي خدتوا بالكو الاهلي بياخد خطواته ازاي خطوات غير عشوائية اطلاقا خطوات بعد دراسة وفية خطوات بعد ما تراجع ورقك كله احنا مبارح عرفنا مين الجاني وتأكدنا ان الاهلي مجني عليه اتأكدنا ان الاهلي مجني عليه برضو عشان اللي كان يقول لك اصل ايه لازمة المؤتمر عرفت لازمة المؤتمر ولا معرفتش المؤتمر ده اتكلم عن مصلحة الاهلي ومصلحة الكرة المصرية بشكل عام لان كان فيه اتهامات محددة لاتحاد المصري وكورتر قدم اللي اثر بشكل كبير واللي مش عارف مسئولياته ومش عارف واجباته اتجاه الانديها المصرية كلها مش اتجاه النادي الاهلي بس فبالتالي بصراحة فضايح وكوارس سمعناها من خلال المداخلات وبالمناسبة منظومة الرياضة في مصر محتاجة تعدلات كتير جدا خلي بالك ما تصدقش تصراحات لمسئول سابق او مش عايز اقول ما تصدقش كل واحد ليه حرية انه يصدق بس المسئول السابق لما كان في المسئولية كان عليه علامات استفهام كتير برضو لما طلعه قاعد يرد على بعض ما ده غلط وده كان غلط قبل كده في حاجات كتير او انت ورد تغلط بس مش في كوارس زي كده مش تضايع حق مصر بالشكل ده فبالتالي دي بعض الامور المهمة وتوابع مؤتمر كابتن محمود الخطيب بالامس هطلع فاصل سريع بعد الفاصل لسه هنكمل عندنا كلام كتير يلا بينا لا احنا لسه مكملين احنا لسه مكملين تصرحات الأستاذ جمال علام مبارح لازم يتوقف عندها كتير جدا 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 ولازم يعني ايه نشوف توابحها لان توابحها هتكون بصراحة عبارة عن مفاجآت كبيرة قوي بصراحة فخلينا نشوف مثلا الأستاذ جمال علام وانا هبتدي بالاهلي ده بخلاف بقى اللي حصل مع المنتخب ومع الكابتن اهاب جلال يعني دي جزئية تانية هنروح لها لكن قال لك ايه أستاذ جمال علام قال لك لما ارى اتحاد كرة مصرية تقدم بطلب لاستضافة نهاية دور الأبطال من قبل ماشي هناك حملة علينا لا اعرف الهدف منها هل يريدون رحيلنا وعودة من كان متوجد من قبل والله احنا لا عايزين ده ولا ده او ده او ده لو موجودين بس يشتغلوا تصالح الكرة في مصر والرياضة المصرية فالتصريح ده رد عليه الأستاذ أحمد مجاهد قال له او احنا قدمنا طلب باستضافة نهاية السنة اللي فاتت بس ترفض والمغرب هي اللي نظامت والسنة اللي قابليها نهاية الكارن اللي كان ما بين الأهل والزمانكي احنا كنا قدمنا طلب وكان فيه زي ايه اتفاق مع الاتحاد الأفريكي ان لو الأهل والزمانكي هم اللي تأهلوا البطولة تبقى النهائي بتاعها في القاهرة لو الوداد ساعتها والرجاء تأهلوا حيبقى البطولة في الوداد لو واحد منها واحد منها حيبقى فيه قرعة تمام؟ فانا مش حايفة ازاي ما شافش الكلام ده لو استاذ جمال العلامة تعال بقى خش على بعده قالك لا يا صح أن يقال على الاتحاد الكرة خلي بالك برضو ما تنساش ان كل التصريحات دي نتجع عن ايه؟ عن مؤتمر الكابتن محمود الخطيب لا يا صح أن يقال على الاتحاد الكرة انه اخفى خطابات ومال حضرتك الاتحاد الكرة ده عمله ايه؟ يعني الاتحاد الكرة ده عمله ايه؟ قالك اريد ان افهم ما الهدف من الضجة التي تحدث بشأن استضافة نهائي دور الأبطال لا حضرتك لازم تفهم أستاذ جمال حضرتك لازم تفهم انت أثرت على الكرة المصرية وأهضرت حق الرياضة المصرية والكرة المصرية تحديدا في لقب قري جديد كان من الورد الاهلي يفوز به سابق يعني كان ممكن الاهلي يكسر ويخسر حتى والعبن هنا بالمناسبة دي كرة لكن في نفس الوقت انت منفستش توجه الدولة بتنظيم كل المحافل الرياضية الأفريقية والعالمية منها للنهود بالرياضة المصرية بشكل عام وعكس الصورة اللي يجب تصديرها للعالم كله عن جمهورية مصر العربية عرفت عشان ايه دي ضجة الاهلي في الموسم الماضي لعب في المغرب ولم يتقدم اتحاد الكرة المصري بطلب للاستضافة التوقيت غير التوقيت يا أستاذ جمال وكان ساعتها كان ساعتها معروف الموعد اللي يتقدم فيها وكان معروف الامور ماشية ازاي وكان كل حاجة مترتبة واحنا كنا قدمنا بس ترفض عشان مش احنا كنادي كاتحاد زي ما استاذ عحمد مجاد قال احنا قدمنا عشان كان نخدناك النسخة اللي قبلها فاترفض لها نسخة للأهلي والزمالك للأهلي كسب فيها عرفت ليه؟ فبصراحة تصراحات غريبة قوي قالك يجب ان يكون لنا تواجد في الاتحاد الدولي لسنا على خصومها مع هاني أبو ريدا ونعتز به للغاية واقول من الآن ان انا سنطلب منه تنظيم كل ما نريد في الفترة المقبلة في مصر وحاضر هنبعث له يحضر اجتماعات اتحاد الكورة ده بيرد هنا على تصراحات المهندس هاني أبو ريدا بس وكل التصراحات دي تقالت ليه؟ كل اللي حصل ده تقال ليه؟ واكتر ليه؟ تاني؟ ايوه زي ما انت بتقول كده عشان المؤتمر الاحترافي المحترم من النادي الاهلي بالأمس اللي كان من خلال رئيسه الكابتن محمود الخطيب اللي بنقوله ألف مليون سلاما ان كان واضح عليم برح في المؤتمر انه هو تعبان ربنا ربش فيه عفي يعني قيمة وقامة كبيرة تمام قالك خشي بقى على المنتخب قالك احنا بنعمل على استعانى بمدير فني الاتحاد ينتشلنا مما نحن فيه احنا بقلنا كم من ساعتنا الاتحاد ده جيب يقولك فيه مدير فني جاي الاتحاد مدير فني الاتحاد مش المدير فني الاتحاد لغاية دلوقتي ما شفناش اي قرار رسمي قلنا عرفنا ان هو كابتن محمد عبدالعظيم عظيمة يعني نجمي الاهل الصابر لكن لغاية دلوقتي مفيش اي قرار رسمي تلعب وهنا في التصريح بيقولك ايه حنجيب مدرسة بلجيكية يا حد بلجيكي هو اللي حيكون مدير فني للتحاد المصري ويحنا لازم نأخر القرار لحد اما الكوارس تحصل يعني قالك بقى بصي بقى التصريح ده حشان ده منتهى يعني بجد الاستغراب اللي ممكن تشوفه في حياتي كيف تعقدنا مع ايهاب جلال بيسأله قاله كنا في اجتماع مجلس ادارة وفجئنا بقى ان كيروش لن يبقى معنا فجئنا معرفش ازاي هما ما كانوش جدين في التجديد مع كيروش وكان لازم نجدد لكيروش بصراحة فجئنا ان كيروش لن يبقى معنا فاستدعيت ايه بقى المسؤول الماليات مسؤول الماليات وقلت له عندك كم دولار قال له ما عنديش دولارات قال له خلاص يبقى نجيب مدير فني وطني اللي هو الكابتن ايهاب جلال هل هو كان ساعتها بيتكلم بجد ولا بيسأل ساعت المدخل اعتقد كان بيتكلم جد اعتقد يعني اللي عين الكابتن ايهاب جلال هو مدير الماليات في الاتحاد المصري لكرة القدم هل هو ده مستوى التفكير في الاتحاد الكرة هل هي دي الطريقة اللي بتدار بيها الملفات داخل الاتحاد المصري لكرة القدم اكبر اتحاد في افريقيا ومصر الاسم الكبير ومنتخب مصر اللي عنده تاريخ عظيم الملفات الجواب تتضربت الشكل ده ينهارا بيض فقال لك هندفع منين الأجنبي زي ما حالكم بتقروا كده طب دلوقتي بقى قال لك ايه احنا كلفت الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات اللي هم أعضاء الاتحاد ان هم يجبوا لنا مدير فني أجنبي بعد ما أعلن قالت الكابتن يهاب جلال والكابتن يهاب أصلا في الطيارة رايح كوريا الجنوبية عنده ماتش ربنا يسرع المنتخب من الماتش ده فقال لك انا كلفت حازم امام وبركات يجبوا لنا أو يشوفوا يبحثوا في السيارة الذاتية على مدير فني مميز طب ما أكمل أول يا أستاذ جمال ما كابتن حازم امام وكابتن بركات قاعدوا يتحيلوا عليك بلاش مدير فني مصري تعالى نجدد لكيروش طب بلاش كيروش تعالى نجيب مدير فني أجنبي مش حينفع معنا المصري قلت لأ تصويت مجلس إداري ما ليش دعوة طب دلوقتي حازم امام وبركات بعد ايه بعد ما اهضرنا وقت بعد ما موقفنا بقى يعني صعب شوية مش حايزة أقول صعب يعني ان شاء الله في قدنا نتأهل بطول كلمان أفريقية بس ليه نحط نفسنا في الموقف ده دلوقتي حازم وبركات حلوين فدي حاجة غريبة برضو قال لك هل رئيس الاتحاد الكرة هو من يتواجد في الملعب هل تصرعنا في اختيار إهاب جلال هذا ممكن هو بيقول كده ان احنا تصرعنا في اختيار إهاب جلال لكن يمكن يمكن ان يكون هناك تصريح لمصار كيروش في بداياته كان لديها اخطاء ايضا ماشي اه اتكلم في ايه تاني قال لك كان عندما كان اه ده التصريح اللي قاله على الكابتن إهاب جلال والتصرع في اختيار قال لك كمان ايه عندما كان كوبر سيئا الجميع هجموا عندما كان كيروش سيئا هجموا الجميع لكن مع إهاب جلال الجميع يهاجم اتحاد الكورة يعني حضرتك عايزنا نهاجم إهاب جلال يعني حضرتك برا الصورة كده يا جماعة ما تجيبوش خاصة اتحاد الكورة الناس ما لهمش زم مش هما اللي جابوا الكابتن إهاب جلال مع كامل اللي احترام الكابتن إهاب جلال على فكرة مشوف ان هو تظلم شوية بصراحة تمام لكن انت في نفس الوقت اخترت مدرب ما عندوش اي سي في على مستوى المنتخبات في نفس الوقت كيروش كان على بعد ركل الجزاء يوصلنا كاس عالم وصلنا نهائي أفريقيا كوبر وصلنا نهائي أفريقيا وصلنا كاس عالم نفسه يعني دول ناس عملوا حاجات يعني مقبولة لكن احنا خسرنا من أسيوبيا يا أستاذ جمال احنا خسرنا من أسيوبيا اتنين سفر مع الرقفة ده معناه مفهوم من يتهاجم لازم اتحاد الكورة صاحب القرار واللي خلى الناس المختصين في الكورة مالهمش دعوا باختيار المدير الفني فلازم انت تستحمل الهجوم مش تستحمل الهجوم لازم تعترف بأخطائك تسلمت اتحاد الكورة عليه مديونات 600 مليون جنيه وده اللي انا قلت لحراركم خلاص فيه لجنة نازلة من نزار الشباب الرياضة النهاردة أو بكرة على الأقصى تقدير ده قرار رسمي قرار وزاري رسمي ومديونات الدولة ب450 مليون جنيه عشان مشروع الهدف وخزينة الاتحاد كان بها 200 ألف دولار كان ذلك ليس مسؤوليتي بل لجنة بقى تحقق في كل الكلام ده قال لك مرتب إيهاب جلال 75 ألف جنيه نعم صحيح لكن لا أريد أن أقول لكم كم كان يتقضى أثناء بيراميز احنا مالنا او برضو احنا مالنا بياخد ايه دلوقتي احنا اللي لينا إن حضرت اختارت اختيار خاطئ الكابتل نهاب جلال مدرب كبير لك عم سؤول أندية وبالمناسبة هو عم سؤول أندية ماخدش بطولات يعني لك هو مدرب كبير عنده فكره لكن مش أي مدرب بينفع مع الأندية ينفع مع المنتخبات وبعدين احنا منتخب مصر لازم نيجي نختار مدرب نبقى عارفين كويس جدا احنا اختيارنا ده بنان على ايه مدروس مش بشكل متسرع ده بسرعة يا جماعة كيروش ميسي اوه كابتل نهاب جلال لا مفيش كده نحن اللي نخشأ أحد تمام ده تصريح آخر ليه يعني قالك نحن اللي نخشأ أحد حتى الاتحاد الأفريقي حسبوني على ما يحدث في عهدي وليس ما حدث مع من سبقوني السؤال بقى هنا يا أستاذ جمال هو الخطاب جيف عهدي مين بتاع الاتحاد الأفريقي بتاع تنظيم نهائي دوري عبطال أفريقيا اللي اتحزف منه البند ده جيف عهدي مين يوم تسعتاشر واحد ده كان عهد حضرتك يا أستاذ جمال لو حالك مش واخد بالك الاتحاد اللي فات ميش يوم اربعة واحد أو خمسة واحد فده عهد حضرتك فإحنا بنحسب حضرتك على الأخطاء اللي انت عملتها في عهدك اهو الجواب اللي تلعب فيه وراح لوزارة الشاب الرياضة بعد ما عاده بثلاث شهور هو ده مش في عهد حضرتك ولا ده احنا فيه اتحاد كرة تاني مستخبه احنا مش عارفينه نهو ده في عهدك رجعوا لي بقيت التصريحات دي اللي فاتي دي لماذا لم يطلب الأهلي تنظيم نهائي دوري عبطال عشان الأهلي مش منوت بالطلب مش الأهلي هو اللي يطلب تاني يا جماعة تبدك كابت المحبوض الخطيب مبارح جاب لكم البند اللي في اللايحة اللي بيقول ان البطولة حتقام في إحدى الدول البند رقم 28 البطولة حتقام في إحدى الدول مش في إحدى الأندية طب انا حسألك سؤال يا أستاذ جماعة هي السنغال عندها نادي في البطولة لأ ناجاري عندها نادي في البطولة سواء دي أو دي لأ وتقدموا بالاستضافة هل في نادي قال لهم النبي تقدموا احنا مش هنلعب بس تقدموا لأ طب هو لما تم الاعلان ان المغرب إيه اللي هتنظم نهائي دور الأبطال الأفراقية قالوا المغرب ولا الوداد تسيبك ان الملعب بتع الوداد كان ممكن يتم اختيار ملعب تاني بالمناسبة لك هو ملعب بتع الوداد الملعب الأساسي بتع الوداد اللي هو مركب محمد الخامس بس اتقالي المغرب وكان قال إيه كان فيه تصويت ما بين المغرب والسنغال بعد كي قال لك لا مش تصويت اللي سنغال نسحبت طب هي السنغال كان عندها حد في البطولة يعني سنغال تحسن غال هو اللي تقدم لو كان تقدم يعني يبقى مش الأندية فدي حاجات غريبة هروح لفاصل بسرعة عشان لازم أطلع فاصل بعد فاصل نرجع نكامل استنون يومي على الجميع الاعتراف بانتصار الأهلي اعترف إن الأهلي انتصر اعترف إن الأهلي قوي اعترف إن الأهلي قوي عشان كان على حق لازم كلنا نعترف بكده بمختلف انتماءاتنا كلنا والموقف امبارح والمؤتمر طعام امبارح أثبت كده وشفتوا الدنيا كانت عاملة زي باللي كانت مولعها الدنيا كانت مولعها بسبب تصريحات الكابتن محمود الخطيب والحقية اللي قالها الكابتن محمود الخطيب تعالي بقى كده في سريع على إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكورت القادم قالك إيه بخصوص الأهلي وزير الشباب والرياضة شكل لجنة لبحث الأمر ده اللي احنا يعني قلنا السبق فيه من أكتر من يوم برمته ولن نتسطر على أي شخص أخطأ داخل الاتحاد أيا كان مثل ما كان يحدث فيها المرات السابقة ومن ستكر اللجنة بأنه قد أخطأ سيتمهم حسبته ده حيتمهم حسبته مش عشان أنت بتقول كده يا أستاذ إيهاب يقوم يا أحترم لا ده عشان حيبقرار رزارة الشباب الرياضة بعد تحقيق والتحقيق حديد أحضركم تاني اللي الكتب فيه إهمال وتقصير واللي فيه توصية بتحويل مسؤول للنيابة الإدارية دي توصية موجودة في تقرير اللي على مكتب الوزير دلوقتي التقرير على مكتب الوزير دلوقتي اللي بيتمه مراجعته فيه توصية بالتحويل للنيابة الإدارية فمش عشان أنتوا هتحزبوا من شيرتوا اللي هتحزبوا خلاص دي وزارة الشباب الرياضة والدكتور أشرف صبح قال لك إيه تاني هناك مؤامرة تحاك ضد اتحاد الكرة ممن أفسدوا الحياة الرياضية في مصر على مدار سنوات عديدة دي مشكلة ما بينكم بعد تحلوها مسؤولين سابقين وحاليين دي مشكلة ما بينكم تمام فيه فوضع وصاية على اتحاد الكرة لفترة طويلة وفور إنهاء الوصاية وانتخاب جمال علام ومجلسه وأصبح لدينا جمعية أمومية واجهنا مهاترات ومؤامرات لأننا نريد العمل بأسلوب مختلف ونهضة حقيقية للكرة المصرية نهضة نهضة إيه بس؟ نهضة إيه للكرة المصرية باللي حصل ده؟ ده انتو اختبارين الأساسيين فشلتوا فشل الزريع فيهم اللي حصل مع الأهلي واختاب الكاف وتلاعب فيه ها؟ ومنتخب مصر هو فيه أسوأ من كده؟ فيه أسوأ من كده؟ مهاترات ومؤامرات ده المهاترات ومؤامرات دي ده اتحاد الكرة هو المتسبب فيها قال لك يوم 18 إبريل الماضي حزم إمام ومحام بركات وضع تصوراً لورشة عمل موسع على مدار أيام بشأن المدربين وقطاع الناشئين وكيفية النهوض بالقرة بأسلوب علمي دي حاجة كويس بس إحنا دايماً بنسمع الكلام ده وما منشفش منه أي شيء على أرض الواقع يعني مش حلق عليه لأنه ما منشفش حاجة ففي كل أحوال عشاء أختم بقى الجزئية دي يا جماعة لازم نعترف أن الأهلي انتصر والأهلي على حق والأهلي وقف على أرض صلبة من خلال حقاية وضحك كابت المحمود الخطيب في مؤتمر رائعاً بارح كالنتائج وكلنا عشناها وشفناها على مدار الساعات السابقة ولسه خلينا نطمئل على فرقاتنا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واستعدادته للمغبارات اليوم أمام المصري بالسلوم في دوري 32 من طوية كاس مصر خلينا نروح سريعاً لزميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي من مقر إقامة الفريق قبل التحرك لهذه المباراة ولخد هذه المباراة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك الزميل العزيز أمير إشام براحب بك طبعاً في البداية وكل التحية والشكر أيضاً لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلاً بك كريم طمنا على الفرقة وآخر الكواليس قبل المباراة اليوم يعني نقدر دقول زميلة عزيز أمير خلاص بقى هنعود من جديد لمتابعة فريقة لنادي الأهلي في بطول التكاس مصر النسخة الجديدة ويمكن هنقول نسخة الجديدة والنسخة القديمة لأن يمكن إحنا في لغة كبير جداً بجانب طبعاً كل الأمور الحقيقة خلال الأيام المضاية الأمور صعبة جداً الحقيقة في كرة القدم في مصر لكن يعني النادي الأهلي وقدر الكبير وقيمته الكبيرة لابد يكون النادي الأهلي هو في المقدمة ولا بد يكون النادي الآلي صاحب الكلمة والحقيقة يمكن كل الشكر التقديري الحقيقة لمجلس إدارة النادي الآلي والكابتن محمود الخطيب على اختيار التوقيت وعلى الكلمات وعلى الصيغة المميزة جدا اللي الحقيقة كان مردودها كبير جدا في المؤتمر الصحفي الأخير اللي كان كل بيتابعه اهتمام كان كبير جدا في هذا الأمر هو ده قدر النادي الآلي وإن شاء الله بإذن الله ان شاء الله ثقاتنا كبيرة جدا في مجلس الإدارة في المرحلة القادمة النادي الآلي بيطلب بحقه فقط لغير حابة بتكلم معك طبعا في البداية عن هذه النقطة لكن كالعادة طبعا يا أمير نطمن كل جمهورنا ونركز طبعا فيه مباراتنا النهاردة ودور الـ 32 من بطول التكاس مبارات اليوم الأهلي والمصري بالسلوم يعني مبارات الكاز بيكون فيها مفاجآت وده اللي احنا عارفينه لكن إن شاء الله صيقاتنا كبيرة جدا في المجموعة المتواجدة عندنا الغيابات كثيرة جدا لعبين دولين طبعا الكل طبعا الأجندة الدولية عدد كبير جدا ملعابة النادي الآلي بيغيب لكن إن شاء الله بإذن الله لاختيارات النهاردة تكون موفقة للجهاز الفني لفريق النادي الآلي في هدية المباراة الطرف الثاني أيضا كمان فريق المصري بالسلوم في حوافز كبيرة جدا وعندهم رغبة كبيرة وعندهم أمل كبير أنهم يكونوا في ند مع النادي الآلي بالنسبة طبعا لمكافأات كل الأمور دي أمور مشروعة طبعا في كرة القدم لكن إن شاء الله بإذن الله تكون خطوة مهمة جدا نهاردة في بطولة كأس مصر كورة وأداء ونتيجة إن شاء الله تكون من نصيب النادي الآلي كالعادة أمير طبعا في فندو الإقامة كل الأجواء الخاصة في فريق النادي الآلي الأمور الاعتادية الخاصة طبعا بيوم المباراة ممكن أن أقدر أقولك في هذه اللحظات هي محاضرة فنية أخيرة لفريق النادي الآلي في فندو الإقامة التحضير كان جاء جدا خلال الأيام الماضية شفنا المباراة الودية طبعا استعد بها النادي الآلي في فترة التوقف وتحديدا كمان لهذه المباراة بعيدا عن نتيجة لكن كان فيها استفادات كثيرة جدا فنية لكل اللاعبين تطمن على بعض اللاعبين الحالة البدنية فإن شاء الله نهاردة يكون مرضودة قوي في هذه المباراة مباراة فيها حماس كبير ممكن الكابتن سامي أمصان والجهاز الفني بيأكد على عدم الاستهتار بفريق المصري بالسلوم فريق مغمور طبعا من الدرجة للتانية لكن عندهم الأمل موجود وعندهم الرغبة موجودة فيمكن مباراة الكاس محتاجة بس لمجهود أكبر من بطولة الدورة العام لأنه أنت عارف أمير مباراة النوك قاعد بيكون فيها خطورة كبيرة جدا فلابد يكون فيه تركيز من أول ديئة فإن شاء الله بإذن الله كون الأمور كلها طيبة لفريق النادي الآلي وطمنك سريعا وطمن جمهورنا طبعا على العدد من اللاعبين اللي بنأمل إن شاء الله النهاردة مع خط سيرة المباراة مع ظروف المباراة يكون يوم دور النهاردة أقولهم طبعا بدر بنون من خمس شهور ما شفناش بدر بنون في قائمة المباراة رسميا النهاردة إن شاء الله يكون متواجد وياخد جزء إن شاء الله في هذه المباراة آخر مباراة لبدر الأمير كانت مباراة فيوتشر فإن شاء الله بإذن الله العودة الجديدة وعودة حميدة إن شاء الله لبدر بنون طار محمد طار يمكن غاب المباراة الودية الأخيرة لكن بنأكد كان مميز جدا فيها تدريبات ألماضية أيضا كمان محمود متولي كان غايب عن مباراة الدفاع الجهة والمباراة الودية متواجد فيها القائمة كل الأمور دي يمكن بنتمنها إن شاء الله يكون الاختيار بس طيب جدا لي الجهاز الفني على العناصر المتواجدة معنا لكن بجانب الأمور الخاصة طبعا الأمور الفنية الأمور الإدارية على أعلى مستوى كالعادة كل عيبة مركزة بشكل كبير جدا الكل عارف أهمية المباراة ويكون انطلاقة قوية جدا يا أمير إن شاء الله في بطول الكأس مصر يا رب إن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي كريم عايزة أسألك على أصابة علي لطفي وليد سليمان التطور بالنسبة لهم إيه في حالتهم وطبعا هم مش موجودين في المعسكر لكن عايزة طبعا يعني يدروا يرجعوا يشاركوا في تدريبات إمتاك ولو فيه غيابات تانية أكيد يعني أقدر أقولك طبعا علي لطفي طبعا في البداية يعني علي لطفي كان الحقيقة أمير كان فيه كدمة في مباراة الدفاع الجو يمكن كان لها حديث مع علي لطفي يعني أنت عارف التضحيات مهمة جدا وممكن أن يصفهم لعيبة لرجالة شارك فيها المباراة لكن راكلة الجزائي اللي حسبت كان فيه احتكاك معاه فيه إيده ممكن كانت قوية لكن إن شاء الله بإذن الله مع بعد غد أو بعد غد إن شاء الله يكون مشارك في تدريبات الجمعية وليد سليمان الحقيقة ممكن كانت قوية فيه الرجبة التأني أنت عارف الطبيب النادي الأهلي أحمد وعبل رئيس الجهاز الطبي بيحاول يكون فيه تأني كبير جدا مع كل اللعيبة وليد سليمان يمكن شعر بألم طبعا فيه الرجبة فكانت قرار أنه ما يكونش متواجد فيه القائمة بجانب طبعا أكرم توفيق المستمر طبعا فيه التأهيل سافر لقطر يكمل البرنامج التأهيلي وعمار حمدي أيضا كمان مستمر فيه التأهيل لكن نقدر نقول يمكن وليد سليمان وعلي لطفي هم الغيابات الواضحة طبعا بجانب طبعا كل اللعبين الخاصة طبعا لمشاركتهم مع متخبنا الوطني والأجندة الدولية الأفريقية لكن شاء الله أمير المتواجد نهاردة مصطفى شبير مستقبل النادي الأهلي بإذن الله نهاردة يكون موفق في حراسة المرمى واحد من حراس المرمى المميزين جدا بنشوف التدريبات وبنشوف أيضا كمان من شيء ليانا وإشادته الكبيرة جدا للمصطفى شبير يجب أن يكون دوره كبير جدا كعادته إن شاء الله في فوز النادي الأهلي يحرس عارين النادي الأهلي كلينشيت مهم جدا نهاردة لمصطفى شبير مع كل اللعيبة يا رب الظروف كلها كون معنا أمير في المباراة اليوم أمين يا رب إن شاء الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز المميز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي من مقر إقامة الفريق قبل المباراة اليوم طب مننا على الفرقة بشكل كامل مشكوره شكرا جزيلا إن شاء الله الأهلكم موافق في هذه المباراة نروح لفاصل سريع بعد الفاصل حنرجع نكمل استنونا طيب تعالوا شوية نتكلم عن منتخبنا الوطني ونشوف آخر التطورات والله يكون فوقون الناس اللي هناك في كوريا بصراحة يعني بعد التطرحات الأستاذ جمال علام مبارح اللي كانت نتجا عنيه عن مؤتمر كابتن محمود وخطير أقال الكابتن إهاب جلال وبعد كده تلع قال لك إيه لعنا ما أقلتوش رغم أنه أقال والناس كلها عاشت يعني ده خبر خلاص هو أقال الكابتن إهاب جلال باعت المباراة كوريا ويوم الخميس في قرارات فالمهم في الجول يعني بيقولك بعثة منتخب مصر تصل إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض المباراة الوطني يوم السلساء المقبل ربنا يسطر على المطش ده لأنه تخير كده ما اللعيبة تبقى نزلت من الطيارة خلاص النهاردة الصبح وتقرأ كده اللي حصل مبارح وتعرف أن المدرب ماشي ومدرب نفسه يعرف أنه ماشي أنا لو مكانه بلاش أقوله لو مكانه عامل خلينا ماشيين زيما خلينا أخذ اليوم السابع والذي يتكلمه قبل مواجهة السلساء 58 عامل على أول مباراة بين مصر وكوريا وكانت دي أول مباراة بين فرقيتين أو بين المنتخبين من 58 سنة وأكيد كانت يوم 14 دي المباراة هتلاح من نهار إن شاء الله يوم 14 من شهر الجاري لكن يعني أول مطش بين المنتخبين كان من 58 سنة أنا أتمنى التوفيق بالمناسبة يا رب المنتخب يعمل مطش كويس كويس آيا كان إلا حيحصل بعكية بس المهم أن يحصل أن نشوف أداء كويس أو على الأقل نخرج بقى أقل الخسائر في الظل هذه الظروف وهذه الغيابات الموجودة في الصفوط المنتخبين الخبر المنتظر بطولات وحسابهم على تويتر قال لك إيه؟ قال لك اتحاد القرى المصري يستقر على الاستعانة بخوير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام إيش معنى دلوقتي؟ عشان الدنيا قامت وما عادتش عشان كوارس اللي بنت أبتدي بقى أعدل ده الموجة حالية قوي علي يبتدي عادي بقى أغير لجنة الحكام ما يلازم تتغير بقى لها عشرين سنة مجازا يعني جايد دلوقتي تتغير طيب مات يلا من بدري ما عمليني نادي يقولي يا جماعة في مشكلة في لجنة الحكام في حاجات كوارس بتحصل مفيش بايدة فقال لك إيه؟ بدل من عصاب عفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي طيب هل الأخبار دي هتبقى بس إيه؟ لتهدئة الرأي العام هنشوف ولا هتتنفذ بالفعل الله أعلم هنشوف مع كامل احترام طبعا لأستاذ أو كابتن عصام عبد الفتاح ناكل اللي هو بنتكلم كجانب مهني وفني بحث يا جماعة فيش أي مشكلة شخصية مع أي حد طبعا وكل الناس محترمة تعالوا ناخد مشاركات حضراتكم وقت وقعتكم من تشكيل الأهلي والنتيجة في ممورات اليوم أمان مصر بسلوم محمود مندوح آل شبير في حراس المرمى فؤاد ربيعة هاني وحيد كوكا محمد محمود الشحات طهر صلاح محسن ومحمد شريف تشكيل منطقي جدا لكن هننتظر تشكيل رسمي أيمن الوقاد قالك شبير كريم فؤاد محمود متولي رمي ربيعة محمود وحيد محمد محمود كوكا عبدالقادر الشحات طارق زياد طارق مش طارق زياد ومحمد شريف ماشي خلينا كمان ناخد محمد العودي قال شبير في حراس المرمى وحيد متولي بنون كريم في الدفاع كوكا محمد محمود في نص الملعب صلاح محسن عبدالقادر زياد طارق وحسام حسن الميزة في مرات النهار ده احنا نشوف عدد كبير جدا من لعبين يعني ما كانش لهم فرصة فاصل فاتية انهم يشاركوا ودي فرصة بالنسبة لهم حلوة قوي انهم يتقلقوا ان شاء الله محمود خيري قال حراس المرمى ونصفة شبير دفاع هاني وحيد ومتولي وربيعة في الوسط كوكا محمد محمود في لجوم الشحات وطهر وعبدالقادر وشريف وفوز الاهل ثلاثة واحد اخر يعني توقع حاخده دلوقتي السيد محمد هبة مساء الخير عليك يا كابتن امير مساء الفل عليك وعلى حضرتك مصطفة شبير في حس المرمى معلور رمي ربيعة محمد هاني كريم فؤاد زياد طارق عبدالقادر طهر محمد شريف بيرسيتا وحسين الشحات واثنين سفر دي الاهل ان شاء الله الاهل يكون موفق دي كانت توقعات حضراتكم دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة بديدة من نفس البرنامج فاستنون الى اللقاء